اشتركوا في القناة وبحضور رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارونكا بادي والامين العام للحركة الوطنية للنقاذ سيد محمد زين باد عباس ورئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية السيد علي كولوتوشايمي وعدد كبير من المناضلين والمناضلات وعداء المكتب المدني لانفخامته وعدد من المستشارين بالامنة العامة للأسجد الجمهورية والمكتب المدني المناسبة بدأت بكلمة قدمها الامين العام للحركة الوطنية للنقاذ السيد محمد زين باد عباس والذي شكر فخمته لهذه الحفاوة وطلب من المناضلين التماسك والوقوف خلف الرئيس المؤسس من أجل تحقيق أهداف الجمهورية الرابعة وأكد تضامن كل المناضلين الحركة خلف الرئيس المؤسس فخم الرئيس الجمهوري أدريس ديبي إتنو وندد ووصف الاعتداء الأخير بالجبان وقال إن هؤلاء الخاونة لا يستطيع العرقل مسئلتنا الوطنية طالما رئيس الجمهورية وقواتنا الباسلة ساهرة من أجل مكتسبات الجمهورية فخام الرئيس الجمهوري أدريس ديبي إتنو ورئيس المحسس الحركة الوطنية للإنقاذ قدم كلمة ضافية تناولة الماضي والحاضر للحركة وأقال إن الحركة الوطنية للإنقاذ هي حركة جماهرية وحسب شعبي لذا فإن ترك الانشقاق والتمزق والتفكير نحو مستقبل الميلاد أمر واجب وأدف فخامته من الحركة الوطنية للإنقاذ لابد بأن تكون حركة شاملة وموسليها لابد أن يتحلوا بريح المواطنة والتكاتف وأشار فخامته إلى الملابسات الطارية بين أمنا الأقاليم وموسلهم في المكتب السياسي الوطني وقال يجب أن نترك هذه الثقافة غير المحمودة ونتحلى بثقافة التماسك وسقافة التضامن ويجب أن نكون نموزجا وطني يحتزى به كل المواطنين وأضف أيضا أن الحركة الوطنية للإنقاذ بلقت منذ تأسيسها وحتى الآن قرابة الربع قرن لذا فإن الجميع يجب أن يعمل نحو تحقيق أهداف الجمهورية الرابعة وقال إن العدوان الأخير لا يشكل عقبة أمام مسيراتنا لأنهم جبنة وقطاع الطرق لا توجد أي مقاومة عسكرية كما يعتقد البعض نحن مستعدون بأن نتافع المكتسباتنا الوطنية ونسهر من أجل حماية الشعب الشادي لأننا دفعنا كل غالي ونفيس من أجل مكتسبات الدولة وفي نهاية كلمته شكر فقامته كل المواطن على مساندتهم له ولقواتنا الباصلة وأخيرا شهدت المناسبة تشكيل مكتب وطني سياسي جديد للحركة الوطنية للإنقاذ ولكن هذه المرة أخذ منحنى مختلف عن المكتب السابق حيث يدم المكتب الجديد ثلاثة عضاء من كل إقليم حيث بلق عضاء المكتب الجديد 79 عضوا إضافة إلى اختيار الرئيس المؤسس فقام الرئيس الجمهورية دريس ديبيت نو والذي اختار 10 عضوا وبهذا سيكون عضاء المكتب الوطن السياسي الجديد 79 عضوا واحتفظ الأمين العام القديم للحركة الوطنية محمد زين باد عباس بمنصبه في حين تم اختيار أمينا عاما نائبا للحركة الوطنية للإقاذ الجديد وهو السيد عزيز محمد صالح ودقو لعضاء جدد في التشكيلة وبعد تكوين المكتب الجديد طلب الرئيس المؤسس لحركة الوطنية للإنقاذ فقام الرئيس الجمهورية دريس ديبيت نو من الأعضاء الجدد ضرورة مباشرة العمل وبأسرع ما يمكن من أجل تحقيق أهداف الحركة وإبراس المكتسبات الديمقراطية هذا واحتفظ الأميناء الإقليمين لحركة الوطنية للإنقاذ بمناصبهم القديمة